قال عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر وهو المقدمي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فلم يقبله فرأ ذلك في وجه الصعب فقال إنه لم يمنعنا أن نقبل منك إلا أن كنا حرما لا وسوء إلى عن الخيل يوطئونها أولاد المشركين بالليل فقال هم يعني من أبائهم ولا لحمة إلا لله ولرسوله حدثنا عبد الله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودانا فأهديت له لحم حمار وحش وهو محرم فرده علي فلما رأاه في وجه الكراهية قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم قال سمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله قوسوا إلى عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصابوا من نصائهم وذراريهم قالا هم منهم قال عبد الله حدثني مصعب هو الزبيري قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمني بن الحارثي بن عبد الله بن عياش المخزومي عن أبن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لحمى إلا لله ولرسوله حدثني مصعب بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن أبن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم قال عبد الله حدثنا منصور بن أبي مزاحمين قال حدثنا أبو ويسن عبد الله بن ويسن سمعت منه في خلافة المهدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حماراً عقيراً وحشياً بودانا أو قال بالأبواء قال فرده علي فلما رأى شدة ذلك في وجهه قال إنما رددناه عليك لأن حرم قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت صالح بن كيسن يحدث عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو بودانا إذ أتاه الصعب بن جثامة أو رجل ببعض حمار وحش فرده عليه فقال إن حرم لا نأكل الصيد حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن دينار عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحما إلا لله ورسوله حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد حدثنا عمر بن دينار عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة قال قيل يا رسول الله إن خيلنا أوطأت أولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبائهم حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد حدثنا عمر بن دينار عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بودنا بحمار وحش فرده وقال إن حرم لا نأكل الصيد حدثنا عامر بن صالح الزبيري سنة ثمانين ومئة قال حدثني يونس بن يزيد عن أبن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حما إلا لله ولرسوله حدثنا عبد الله حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن محمدي ابن المغيرتي بن سيار قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية عن صفونا بن عمر وعن راشد بن سعد قال لما فتحت استخر ناد مناد ألا إن الدجال قد خرج قال فلقيهم الصعب بن جثامة قال فقال لولا ما تقولون لا أخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر حدثنا عبد الله قال حدثني أبو حميد قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني جعفر بن الحريث عن محمدي بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدري من دور المشركين نغشها بياتا فكيف بمن يكون تحت الغارة من الودان قال هم منهم حثنا عبد الله قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج من أهل مروى في سنة ثمائن وعشرين ومائتين قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن أبن عباس أخبره الصعب بن جثامة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نصائهم وذراريهم قال هم منهم حثنا عبد الله قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم حثنا عبد الله قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقب بن إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شيهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أخبره أن أبن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بودان فرده عليه قال فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم حان عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقب بن إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شيهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن أبن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بودان فرده فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا يعقب بن إبراهيم قال حدثنا أبن أخي ابن شيهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس كان يقول سمعت الصعب بن جثامة ابن قيس الليثية يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء فرده علي فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه كراهية رده قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم حتنا عبد الله قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودانا والنبي محرم فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعب فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه رده هدية قال ليس بنا رد عليك ولكني حرم حتنا عبد الله قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين قال حدثنا حمد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثام تا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودانا أهدى له أعرابي لحم صيد فرده وقال إن لا نأكل الصيد حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا حمد بن زيد عن عمري بن دينار عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحش فرده وقال إن حرم لا نأكل الصيد حدثنا عبد الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال يا رسول الله نغش الدار أو ديار من المشركين ليلا معهم صبيانهم ونساؤهم فنقتلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزنادي عن الزنجي قال رأيت الزهري صابغا رأسه بالسوادي حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا أبن شميل يعني النظر قال أخبرنا محمد هو أبن عمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم إلا لله ولرسوله قال وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده علي فعرف ذلك في وجهي فقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم وقالته عن أولاد المشركين فقال اقتلهم معهم قال وقد نهى عنهم يوم خيبر حسنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن الزبير يعني الحميدية قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبن عباس يقول أخبرني الصعب بن جثامة الليثي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئلا عن أهل الدار من المشركين فيبيتون فيصاب من نصائهم وذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم ومعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حما إلا لله ولرسوله وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده علي فلما رأى الكراهية في وجه قال إنه ليس من رد عليك ولكن حرم قال سفيان فحدثنا عمرو بن دينار بحديث الصعب هذا عن الزهري قبل أن نلقاه فقال فيه هو من أبائهم فلما قدم علينا الزهري تفقدته فلم يقل وقال هم خير منهم حسنا عبد الله قال حدثنا داود بن عمر وأبو سليمان الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عباس عن صعب بن جث قال قلت يا رسول الله الدار من دور المشركين نصبح ها للغارة فنصيب الودان تحت بطون الخيل ولا نشعر فقال إنهم منهم حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان حمار وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجه قال لم نرده عليك إلا أن حرم حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة مثله يعني عن مالك وقال روح وجهه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو نعيمين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما إلا لله ورسوله